كورونا العراق مصطلح ربط البلاد بالدول الأكثر خطورة في المنطقة والعالم بسبب الارتفاء الكبير في أعداد الإصابات والوفيات خلال الشهرين الماضيين جهود كبيرة تبذلها وزارة الصحة والبيئة وخلية الأزمة في مواجهة الجائحة إذ يؤكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أنه على الرغم من الزيادة الكبيرة للإصابات وخاصة في العاصمة بغداد فإن الوضع الصحي لا يزال تحت السيطرة الجهد الحكومي الكبير بقيادة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مستمر في دعم وزارة الصحة والبيئة من أجل احتواء الوباء ومنع تفشيه بافتتاحه مراكز العزل الصحي لمستشفى دار السلام الميداني في معرض بغداد الدولي والمخصص للمصابين بجائحة كورونا هذا المشروع هو مثال للتعاون المؤسساتي وإن شاء الله يبتد هذا التعاون مع الشعب لدعم جهود الدولة في محابة الوباء وبالخصص الوباء تحديات كبيرة أطلبنا من جميع مؤسسات الدولة أن تستنفر بهذا الجهد وعليه أتمنى أن نلتزم جميعا بإجراءات الصحة والسلامة في التباعد الاجتماعي والتقيد بالكمامات الكاظمي تحدث للكوادر الصحية عما تنوي حكومته القيام به خلال الفترة المقبلة من أجل النهوض بالعراق والعبور به إلى بر الأمان عبر التعاون بين الدولة والمواطن هذه الحكومة سوف تبدأ كل جهودها لتوفير خدمات للمواطنين على أساس التعاون وتوفير خدمات والدعم في مجال الاقتصادي الأمني وحتى الصحي يد بيد إن شاء الله نحقق ما يستحقه هذا العلاقة العظيم وقبل هذا قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رفع حظر التجوال المفروض في البلاد مع العزم على رفع الحظر كليا بعد عيد الأضحى المبارك مع الالتزام بالشروط الوقائية إلى جانب إعادة فتح المولات والمطارات بدءا من الثالث والعشرين من الشهر الجاري وفتح منافذ المنذرية وسفوان وشيب أمام التبادل التجاري فقط مع كل هذه القرارات التي خرجت بها اللجنة العليا يبدو أن العراق قرار تعايش مع كورونا بشكل رسمي ووضع الكرة في ملعب المواطن من خلال التعويل على وعيه والمضي بإعادة الحياة إلى طبيعتها في ظل وباء أطلق عليه طاعون العصر الحديث